إن مما يستنهض الهمم الاطلاع على سير الفرسان المجاهدين والقادة الفاتحين ومنهم أبو سليمان خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله القرشي المخزومي كان أحد أشراف قريش في الجاهلية وكان المقدم على خيول قريش في الحرب رحل خالد وعمر بن العاص من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فأسلم معه وذلك قبيل فتح مكة وفي غزوة مؤتة أخذ الراية بعد أن استشهد القادة الفلاثة الذين عينهم النبي صلى الله عليه وسلم ففتح له وقال النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ اللهم هو سيف من سيوفك فانصره قال الراوي فمن يومئذ سمي خالد سيف الله شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة فأبلى فيها وقضى على المقاومة التي تعرضت لهم ثم شهد حنينا والطائف وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى العزة فهدمها وقتل شيطانتها وأرسله أبو بكر إلى قتال أهل الردة فأبلى في قتالهم بلاء عظيمة وقضى على مسيلمة الكذاب ثم أرسله الصديق إلى قتال الفرس وفتح العراق ولما اشتد القتال في الشام أمره أن يتوجه إليها فانتقل سريعا سالكا طريقا خطرة وهزم الروم في اليرموك ولذا مدحه الصديق بقوله عجزت النساء أن يلدن مثل خالد بن الوليد قال خالد رضي الله عنه ما ليلة يهدى إلي فيها عروس أنا لها محب أو أبشر فيها بغلام أحب إلي من ليلة شديدة الجليد في سرية من المهاجرين أصبح بها العدو عزله عمر خشية الافتتان به فقال إني لم أعزل خالدا عن سخطة ولا خيانة ولكن الناس فتنوا به فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع ولما حضرته الوفاة قال لقد شهدت مئة زحف أو زهاءها وما في جسدي شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء توفي خالد بن الوليد بمدينة حمص سنة إحدى وعشرين وقيل توفي بالمدينة النبوية فرضي الله عنه وأرضاه